الكرم الكرم وإحنا الأخصار هننشر حبه في كل مكان افتح قلبك يسعب يحبك نور حياتك بالنماء الكرم 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 أعزائي ومشاهدي قناة الكرم في كل مكان في العالم أهلا وسهلا بكم وسلام الرب لكم في حلقة جديدة من حلقات بنامكهم الكارما المباشر بالحقيقة نؤمن بإله واحد وبكتاب واحد هو الكتاب المقدس كلمة الله المكتوبة الوحيدة المعصومة من الخطأ وهذا هو إيماننا الأخدس ولكن إبليس عدو كل بر كما خدع حواء في القديم منذ آلاف السنين حين قال لها أحقا قال الله ما زال يحاول أن يخدع ويشكك الكثيرين في هذه الأيام في صحة الكتاب المقدس ويقول هل الكتاب المقدس حقا هو كلمة الله ويجعل هناك كثير من التشكيك والتشويش على حقيقة أحداث وكلمات تجلها الكتاب المقدس وكتبها وناس الله قدسون ماسوقين من الروح القدس فهناك من يتساءل ويقول ما الفرق بين الإنجيل وكتاب المقدس؟ هل هما واحد؟ لماذا تؤمنون بأربع أنجيل؟ ألا يكفي أن تؤمنوا بإنجيل يسوع المسيح بدلا من أن تؤمنوا بأنجيل؟ كتبها أشخاص كثيرين آخرين؟ يترى ما الهدف من كتابة وتسجيل الكتاب المقدس؟ وما المصدر الذي رجع إليه كتبت هذه الأنجيل؟ يترى هل المصدر واحد؟ إذا كان المصدر واحد فلا داعي لتعدد الأنجيل؟ وإن كان المصدر واحد فلماذا هناك اختلاف بينهما؟ يا ترى هل الأنجيل كلها تتكلم عن شيء واحد؟ فلنجهم معا في إنجيل واحد وهذا يكفي؟ هل الاختلاف بين روايات الأنجيل الأربع يؤكد أن هناك تحريف أو تضليل أو تشكيك في صحة الحدث نفسه؟ لماذا تؤمنون إلى الآن بالعهد القديم والعهد الجديد وتضمونه معا في كتاب وتسمونه الكتاب المقدس؟ لم يصنع لكم المسيح عهدا جديدا بدمه؟ فما الداعي للعهد القديم؟ هل المسيح أتى لكي ينشئ عهدا مختلفا عن العهد السابق؟ هل المسيح جاء لكي ينقض؟ هو قال ما جاءت لأنقض بل أكمل ولكنه أيضا قال سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول فهل المسيحية بها ناسخ ومنسوخ؟ كما في الديانات الأخرى يا ترى ما هي فكرة الوحي في المسيحية؟ هل هو وحي منطوق أو مقروق؟ هل هو إملائي أم لفزي؟ هل النص نص واحد أم متعدد؟ يا ترى ما هي الأناجيل الإيزائية؟ وما هو إنجيل برنابة لماذا يرفض المسيحيين الإيمان به؟ ما الذي يتفرد به كتاب المقدس عن بقية الأناجيل وبقية الكتب؟ وأيضا إذا لم أفهم الكتاب المقدس ماذا أفعله؟ هذه الأسئلة وغيرها كثير سوف نترحها في نقاش وحوار أهم جدا وحر ومتمدن وكل هذا في مناقشة لحقيقة إيماننا بكتاب المقدس وكل هذا تحت عنوان الحلقة لماذا نؤمن بأربعة أناجيل؟ بدلا من واحد منرحب جدا بأسئلاتكم والاتصالاتكم عن طريق التليفونات الموضحة على الشياشة نحب جدا نسمع منكم أي تعليق تحب تقوله أهلا بيك أيضا عن طريق البس المباشر على الصفحة الرسمية لقناة الكارما وبنحب جدا نكون بنجاوب على أسئلتكم بنعمة الرب واللي هيجاوب على أسئلتنا النهاردة بنعمة الرب واللي هنفتح معي الحوار حوار ساخن وحنتناقش أكتر وأكتر في حقيقة كتابنا المقدس ديف حلقة اليوم اللي بتشرف جدا أنه يكون معي لأول مرة في برنامج الكارما المباشر ديف حلقة اليوم هو الأسيس ماهر مقار أسيس ماهر مقار رأي كنيسة باسادينا الإنجليا بكاليفورنيا أهلا وسهلا بحضرتك ربنا يباركك أختي لك أهلا بحضرتك ومبسوطة جدا أن تكون معي أنا أول موالت لحضرتك أنا اللي بتشرفت أنا اللي بتبارك إنما أطلع قدام المشاهدين وأكون معك دي بركة الحياتي ده إحنا اللي بتبارك فعلا إحنا اللي بتبارك كأحد الأسيس فالحقيقة الكتاب المقدس لما موسيقناه هنلاقيه كتاب زي بس قبل بحضرتك بس عشان لازم أقول التعليق ده انت أخدتي أكتر من ست دقايق بتقولي أسئلة عايزين عشر حلقات عشان نجاوب على الأسئلة دي كلها لأنه مهم إن أكون بشوق المشاهد إن هو يكون بيسمع حنتكلم في إيه يا رب نقدر نضيف حاجة النهاردة نجاوب حتى اللي أنا بس عايزة أطمن المشاهدين هحاول بقدر الإمكان أجاوب على كم الأسئلة دي لكن إذا ما أمكانش ربنا يردت بوقت تاني يضب حلقة تانية طبعا حلقات تانية يجاوب فما تخافوش الأسئلة لطرحتها في منتهى الأهمية ولكن حاس للوقت مش هيكفي لكله فإسم المسيح ربي حيبارك لأ الرب حيبارك وفإسم المسيح نادا في الحقيقة كل كتاب إحنا بنشوفه شكله زي كتاب المؤدس كتاب عادي لكن كل كتاب كتبه الكاتب علشان هدف معين فخلينا نتكلم على الإنجيل إحنا بننادي بنقول على الكتاب المؤدس أحيانا ده إنجيل يا ترى إيه كلمة إنجيل دي كلمة مش عربية فعايزين نفهم إيه معنى كلمة إنجيل وأيضا عايزين نفهم إنه إيه الهدف اللي كتب من أجله الإنجيل أوكي طب أنا هجاوب حضرتك بس قبل ما جاوب معلش أنا ليا مقدمة خاصة بيا كده فضل طوام كل الصور أنا مش يعني مش عايزك تتعامل معايا على إن الشخص الخبير اللي جاي يجاوب الإجابات القاطعة الشافية ولازم إخواتي المشاهدين يعرفوا كده إحنا بنعبر عن إيماننا أنا بأعبر عن إيماني اللي أنا بقولهولك ده هو قناعاتي لكن أنا مش جاي أسمع أسئلة والأسئلة دي لأنها مصارة في ديانات أخرى على الكتاب المؤدس وعلى المسيحية وأيضا المسيحيين فأنا جاي بالرد القاطع ليهم أنا الموضوع مش في ذهني نهائي بهذا الأمر فأنا فعلا وبإخلاص ده ما أؤمن بي ما أنا مقتنع بيه بعد دراسات وبعد سجود قدام ربنا أنا وصلت للحقائق دي فأرجو إن المشاهدين يتعاملوا معايا على هذا الأساس الحاجة التانية أنا عايزة أوجه كلامي النهاردة لإخواتي في الكنيسة إخواتي ما أقصدش الكنيسة اللي أنا برعاها الكنيسة المسيحية الكنيسة في كل العالم للمسيحيين أنا مش بخاطب حد تاني فهستخدم ألفاظ مسيحية قد لا تشفع أو تنفع عند الغير المسيحي فأنا عايزك وأنت بتسمعني من فضلك أخويا ما تنتظرش أنا مش ده هدفي النهائي أنا بخطبك أنت عشان أنا وأنت نتعلم مع بعض ما هو إيمان رائع جداً رائع جداً البساطة رائع أما عن سؤال حضرتك كلمة إنجيل بس أنت بدأت السؤال بكلمة الكتاب المؤدس وبعد كده قلت الإنجيل أنا قبل ما أقول إيه معنا كلمة إنجيل بالضبط أنا عايزة أجاوب أشكرك عايزة أجاوب على السؤال ده اعتدنا اعتدنا إنه نقول أنت قريت الإنجيل النهاردة أنا بتكلم على الكلام الشعبي بيننا وبين بعض في الكنائس قريت الإنجيل أنت لازم تقرأ الإنجيل كل يوم وأنا اللي بسأل السؤال ده أقصد في الخلفية بتاعتي الكتاب المؤدس الإنجيل هو جزء من الكتاب المؤدس لكن في كنائسنا اعتدنا نسمي كل الكتاب إنجيل اعتدنا نسمي العهد الجديد هو الإنجيل حتى أنا اشتغلت في دار الكتاب المؤدس لمدة 15 سنة وكنت مسؤول عن أن المنتج يطلع للنور أي طباعة بنطبحها طباعة الكتاب المؤدس أي منتج وكان بطبع العهد الجديد وبنكتب عليه العهد الجديد الإنجيل يعني احنا رغم أنه هو مش أنا جيل فده اعتدنا كده يمكن اعتدنا كده بسبب معنى كلمة إنجيل يمكن في الخلفية بتاعتنا احنا مش عارفين ليه بنقول كده كلمة إنجيل هي قريبة في النطب لكلمة يونانية اسمها إنجيلو الإنجيلو دي معناها البشارة البشارة السعيدة البشارة المفرحة تحديدا احنا قلنا بشارة الخلاص احنا بقى كمسيحيين حددناها ليه قلنا بشارة مفرحة؟ لأنه إلى حد كبير هي بتشير على المخلص جاء المسيح جاء الشخص الموعود به في العهد الأديم وحديتك أشارتي سؤال كده صحيح الموعود به في العهد الأديم فإفرحوا لأنه قد جاء المسيح فالمسيح بالنسبة لنا هو تتميم البشارة أنا عايزة تجرأ وأقول أكتر من كده إن الإنجيل معناه كلمة بشارة أنا بقول هو مش معناه كلام الإنجيل مش معناه كلام مكتوب الإنجيل هو المسيح البشارة هي المسيح رائعا فالمسيح نفسه هو البشارة المفرحة المسيح نفسه هو الإنجيل رائعا أكبر الموضوع أكتر المسيح نفسه هو كلمة الله قelora هو كلمة الله المتجسد والكتاب المؤدس هو كلمة الله المقرؤ فالبشارة المسيح أنا بتكلم عن نفس الشخص الكتاب المؤدس بتكلم عن نفس الشخص اللي الإنجيل عايز يقول للخبر بتاعه فالكتاب المؤدس الإنجيل هو المسيح لكن كلمة إنجيل في العربي وفي المفهوم الكتابي بتطلق على أربع أنجيل اللي هو إنجيل متة وإنجيل ماركوس وإنجيل لؤة وإنجيل يوحانا ده باختصار إجابة على سؤال حضرتك رعا جدا الكتاب بيسكر لنا في مساوسة ثانية والإصحاح الثالث والعدد 16 بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيغ للتقويم والتأديب الذي في البر هنا بنتكلم موحى كلمة موحى دي هنا بنتكلم على وحي هو كتاب المؤدس ليه علاقة بالوحي هل إحنا كمسيحيين بنؤمن بفكرة الوحي اللي ينزل على شخص والشخص ده يتكلم من الوحي اللي نزل عليه أنا عارف أنه أنا طلبت أن أبدأ بإجابة السؤال ده لأن السؤال ده في رأيي أنا محور الكلام اللي هنقوله النهاردة صحيح وإذا ما خرجناش بالحلقة النهاردة غير بإجابة السؤال ده حتى لو ما كاناش على العنوان الحلقة أنا بعتبر أني أنا قلت إيماني بالتأكيد هبدأ كلامي بجملة وأصلي أنك أنت تتفق معايا فيها الجملة اللي بقولها وقلتها قبل كده في الكرمة نحن مسيحيين بثقافة إسلامية إحنا متشبعين بالفكر الإسلامي في كل تفاصيل حياتنا ما هي دي الحقيقة لأن إحنا كنا طول الوقت في كل الوسائل حوالي الميديا أو أي حاجة حوالي في المدرسة في كل حتة هو التسخافة الإسلامية وبالتالي نظرتنا للكتاب المؤدس متأثرة تأثر غير عادي بالمفهوم الإسلامي ده صحيح كده المفهوم الإسلامي مثلاً واحدة من ضمن الحاجات هو عنده قرآن طب إحنا نسأل جوانا طب ليه أربع نجيل ما كنفاية إنجيل كفاية إنجيل كده وكلام هو الموضوع بكامل خليل كلمة الوحي الفكرة دي جوانا من فكرة إسلامية مش إجابة مسيحية من ضمن الحاجات اللي احنا متأثرين بيها بثقافة إسلامية أكتر هو مفهوم الوحي ده صحيح هو مفهوم الوحي والأخطر بقى يا أخت ليديا إنه إخواتنا المسلمين بيسألونا أسئلة بمفهوم إسلامي ومنتظر الإجابة تكون بنفس المفهوم آسف ودي حاجة يعني هو اللي بياخد من المنطقة بتاعته وللأسف إحنا بنقع بننزل بننزل صحيح هشير لحاجة معرفش سمعتوا الاسم ده ولا لأ عشان أقريكم المشكلة فين كل ده عشان أجاوبك على سؤال الوحي تفدأ نسمع تقريبا مش عايز أقول كلنا بس نسمع عن واحد اسمه أحمد ديدت آه طبعا ده دعية إسلامية دعية إسلامية أنا مش عايف هو هندي ولا جنوب أفريقي لأنه هو تولد في الهند هو ساوز أفريقي آه ممكن تولد في الهند بس هو كان مشاطه في ساوز أفريقي وعاش عمره في جنوب أفريقي بس مش دي القضية عندي هذا الرجل آه آه وجه بتريقة آه مش من مسيحيين من ثقافات تانية مش مسيحية بإنه إزاي محمد بيتجوز أكتر من واحدة وإزاي إنه بيجوز واحدة صغيرة الفكرة دي فقرر آه إنه يجد صغرات في كل الكتب اللي بيقال عن نفسها كتب مقدس علشان يزبط صحة القرآن ده صحيح فدرس الكتاب المؤدس قوي ودرسها بمفهوم إسلامي يا وأضار كثيرين جدا ده أكيد معروف اللي نعرفه عن أحمد ديت إنه هو قابل أكتر من أسيس أمريكاني في مناظرة يا وشي حول العالم إنه أحمد ديت هزم الأسس الأمريكان المسيحيين هذا ما يقوله المسيحيين ما عارفوش يردوا عليه وأنا عايز أقول الحقيقة ما عارفوش يردوا عليه الحقيقة ليه لأن أحمد ديت سألهم أسئلة إسلامية بمنطق إسلامي صحيح هم جاوبوا بمنطق تاني خالص هما ما يعرفوش أي حاجة عن الإسلام يعني ما يعرفوش المسلم بفكر إزاي ده صحيح فاضطر بيتكلم عن مفهوم الوحي الأسس كان واحد اسمه جيمي سواجرد على ما أعتقد اسمه طبعا بالنسبة لأحمد أنت بتقول الوحيد الوحيد أحسن كده أحمد واجبنا أن احنا نكون بنوضح لأنه كلمة كل كتاب هو محابيه من الله هاقولك فهنا بيذكر أن فيه وحيد مصر على الحتة دي الوحيد اللي ما جابوش سرطه وقف قدام أحمد ديت اسمه أنيسة شورش ممكن ما نسمعش الاسم ده فلسطيني أنيسة شورش ده فلسطيني ولأنه من بيئة الشرق الأوسط ولأنه عارف التفكير الإسلامي ولأنه مسيحي متأثر إسلاميا فهو عارف كيف يفكر المسلم في 75 دقيقة قدم لأحمد ديت 150 خطأ في القرآن خطأ تاريخي خطأ مش عارف إيه خطأ إيه خطأ إيه جميع أنواع الأخطأ في 75 دقيقة 150 يعني كل دقيقة قال له خطأين معرفش يرد أحمد ديت لأنه لقى اللي بيفكر زيه بطريقته إحنا متأثرين يا جماعة من فضلكم ما تتخضوش من الأسئلة ما تتدوروش على طريقة إسلامية نرد بيها على الأسئلة للجنة صحيح أنت إعلن إيمانك صحيح من هنا أجل مفهوم الوحيد تفضل الكتاب المؤدس نعم موحى به من الله رغم أنه رغم أنه كل الكتاب هو موحى به من الله كلمة كل الكتاب دي إحنا فكرنا على الكتاب المؤدس كله شوفي رغم هي هنا على العهد الأديم كل الكتاب وقت ما بولس الرسول قال الكلام ده لتي ميساوس ابنه في الإيمان ما كانش الكتاب العهد الجديد موجود بين إيدينا صحيح ما كانش موجود لسه ما جاش منهم الرسالة دي لسه ما جاش العهد الجديد صحيح فهو كان بيتكلم على كيف كلمة العهد الأديم أثرت في حياة تميساوس وبيقول له صح الكلمة دي قادرة أنها تحكمك إلى الخلاص رغم أنها عهد أديم لأن كل الكتاب هو موحى به من الله أوكي وجالنا في العهد الجديد بعد كده بوتروس أشاد أو أقر بأنه ما قاله بولس الرسول هو وحي أيضا وبوتروس قال لنا الرسول بوتروس قال لنا أنه كتبوا الناس الله القدسين المسوقين من الروح القدس صحيح نعم كل الكتاب هو موحى به بس يعني إيه موحى به أنا لو سألت أي واحد في كنيسة النهاردة تقصد إيه لما أقول لك كل الكتاب هو موحى به من الله الرد في ذهنه أنه بولس الرسول غمض عنه وبدأ ياخد من ربنا ويكتب ياخد من ربنا ويكتب دي الصورة الزهنية اللي عندنا صورة زهنية في رأي قاصرة حتى لو 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 آية فهمنها بطريقة مش عارف غلط ما هو ربنا ربنا اللي قال ماته يكتب كده ربنا قال لوقه يكتب كده ربنا قال شعه يكتب كده دي مفهوم الوحي مفهوم وحي إسلامي تنزيلي يعني تنزيلي بالضبط وحي منزل يعني الكاتب ليس له أي دخل خالص هو عبارة عن مكنة قال يسمع يكتب اللي هو زي كأنه إملائي يعني كأنه حزب يمليه انت فاهم بتكتب إيه ده مش الكتاب المؤدس ده مش الكتاب ده مش الكتاب المؤدس خالص الكتاب المؤدس موحى به أتجرأ وأقول ما هو الإيمان بالوحي في الكتاب المؤدس هو كلام الله بلغة البشر صحيح كلام الله ولكن بثقافة البشر كلام الله بخلفيات البشر ما هو مش كلام الله بس والبشر منهمش دعوة ما هو اللي هيكتبوه ناس وناس الله صحيح وناس الله الله استخدم ناس الناس دي لها تفاعلات ولها أماكن عايشة فيها ولها ثقافة يعني اللي كتب سفر التكوين اللي كتب إشعياء عاش في زمن يختلف تماما ثقافة ومعطيات عن اللي كتب رؤيا يوحنة صحيح هو يوحنة كتب في آخر فكل كاتب عاش في ظروف الله استخدم الكتبات دي لتكون لنا كلمة الله النهاردة عايز أقولك كلنا كمسحين نؤمن باللي أنا بقوله ده لكن لما بنيجي نقرأ الكتاب المؤدس ونيجي نرد على إخواتنا المسلمين بنرد بطريقة حرفية شوف الحرف خلي بالك أغلب تطبيقاتنا في الكتاب المؤدس تطبيقات حرفية الكتاب بيقول قال لك لا أنا ما بذكرش ما بذكرش من خمرة هو قال لك قليل من الخمرة لأجل لأنه أنت بتدور على حرف بفكر إسلامي أنت فكر إسلامي في مفهوم الوح بسبب أنك أنت المسلم مجرد لأنه كلام الله هو المسلم بيدعي كده أنه ده كلام الله مجرد أنه يقراه مجرد أنه يقراه بس حتى لو مش فاهم حاجة المسلم كده حتى لو مش فاهم حاجة بياخد ثواب عند ربنا ويقرأ الكرآن إحنا بنقرأ الكتاب المؤدس بالطريقة دي ده للأسر وده عند حالك حقيق جدا أنه مهمة أو يقرأ الكتاب المؤدس بلغة الكتاب المؤدس مش بلغة أي حاجة تانية أنا متأثر بي فأنا لازم أفهم أني عندي مشكلة كبيرة في تطبيق مفهوم الوحي لأنه أؤمن بي صحيح إنا ما عندناش منطوق لمفهوم الوحي يعني المنطوق بتاعه صاعه وإزاي إزاي إزاي قاد الله بولس إزاي قاد متأ إزاي قاد إشعية ما عندناش الألية ما نقدرش نعرف الألية كيف الله يقود البني آدم إزاي لكن هو كتاب بيقول لنا ماسوقين من الروح القدس صحيح كيف كانوا ماسوقين آه يعني الألية ده صحيح ما عندناش وما حدش يقدر يدعي بس الكتاب المؤدس مش مكتوب بطريقة إملائية مش مكتوب بطريقة إملائية ده صحيح إذن الله هو مصدر فعلا الوحي في الكتاب المؤدس وهو الروح القدس زي ما كتاب بيقول ماسوقين من الروح القدس التلاميذ كتبوه أو كل الكتاب فعلا هو موحى به من الله كل كتاب عهد جديد وعهد قديم كله موحى به من الله لكن لو هو مصدر الكتاب هو الله ليه أحيانا بنلاقي فيه اختلافات بين الأربع بشير الأربع نجيل آه فيه اختلافات مش قليلة وفيه اتفاق مش قليل مش قليل تمام ده راجع لمفهوم الوحي إنه مهالله هو اللي قال لمتا يكتب وقال مرقص يكتب وقال يكتب خلاص مفهوض يكتبه زي بعض شوالله هو المصدر بالزابط ونفس الكلام ده مفهوم إسلام ده مفهوم إسلام ده اللي أنا عايز أقول عشان كده قلت عايز أبدأ بمفهوم الوحي ده مفهوم إسلامي سؤال غلط يا جماعة إحنا مش بندور على إنه فيه بوء اسمه الروح القدس أو بوء اسمه الله بوء فيه أربع أشخاص فيكتبوا زي بعض لا كل واحد كتب أنا عايز أقرأ معلش لازم أقرأ الجزء ده عشان تقدري تتخيلي أنا هتكلم عن الاختلافات الحضرت يتقول عليها بس في إنجيل لقاءة صح واحد أنا ببص على الشاشة لأنها طلبت من أخوي المخرج يساعدني هي موجودة على الشاشة حضرت إنجيل لقاءة بدأ هو ليه وإزاي كتب إنجيله ليه كتب إزاي إذ كان كسيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتوقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداماً للكلمة قبل ما هكمل إيه معنى الأيتين اللي أنا قاريتهم إنه في ناس كتبوا قبل لقاءة بزر في ناس كتب أخذوا ناس كتب عن كلمة تأليف يقولك آه ما ده تأليف ده مش كلام ربنا ده راجع ده طريقة حرفية للتعامل مع كلمة ربنا ده طريقة خطأ في مفهوم الوحي لكن هنا عايز يقول في ناس قاموا بكتابة قصة الأمور المتوقنة عندنا صحيح اللي هي القصة اللي هو هيكتب عنها هو بيقول بقى رأيته أنا أيضاً يعني أنا من حقي رأيته أنا أيضاً إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتطقيق تتبعت كل شيء من الأول بتطقيق يعني أنا من حقي إن أنا أكتب أيضاً واللي كتبته ده بعد إيه فحص ودراس تتبع لكل شيء هو أنت مقعدتش وتسمع من ربنا يا إيه لؤة تخش كده مكتبة ترجع تبص في مراجع وده عليه نقد كتير قوي أو الآيات الأولى من إنجيل لؤة عليها نقد كتير جداً نقد من المسيحيين لأ نقد من غير المسيحيين ما طبعاً ما طبعاً إذا هو تأليف تأليف لؤة ليه بينقضني في الحتة دي عشان هو عايزني أؤمن بإيمانه فهو في قرآن صحيح ده هو عنده آيات يا أخت يا ليديا في القرآن أو ليك لطريقة التفكير تبدأ بحروف هو يقول لك لا يعلم تأولها إلا الله لا يعلم تأولها إلا الله لأنه الله قالها هو عايزنا يتعامل مع كلمة ربنا كده أنا قريت الآية دي رأيته أنا أيضاً قد تتبعته كل شيء بتطيق هو ده الوحيد هو ده الوحيد لو أكتب من منظوره ماهر منظوره الشخصي يعني فين روح ربنا أنت لما بتتكلمي أنت بيتعبري عن نفسك وبتعبري عن ثقافتك وتعبري عن دراستك أنت كليديا أنا لما بتكلم دلوقتي بعبر عن ثقافتي وعن دراستي وعن مين أنا لكن أنت ربنا ممكن يقودك وأنا ربنا يقودني يستخدم اللي عندك عميق بسيط ربنا يبيعف يستخدم بطريقتك وإذا كنت أنا اللي بقدمه عميق بسيط ربنا يستخدمني بطريقتك هنا أقدر أقول بالمفهوم ده فيه اختلافات طبعا أن الأربع أشخاص متى مرقص لؤى يوحنى كل واحد منهم إذ قد تتبع وبالتطقيق عشان يكتب كل كلمة يكتب كل كلمة مظبوطة بس هو كتب هو شايف المسيح إزاي شايف الرسالة الخلاص إزاي إيه الزاوية اللي عايز يقدمها إيه التفاعل اللي عايز يقدمه هذا الكلام هذا التفاعل إيه الزاوية اللي بيقدمها هو ده كلمة ربنا حلو عميق ومن هنا عايزين نخش في نقطة مهمة قوي قوي حابين نتكلم على كل إنجيل منهم باختصار شديد جدا جدا على قد ما نقدر كل كاتب منهم كان إيه إيه ظروفه ويا ترى كان بيوجه رسالته دي اللي مين اللي نقدر نقول نهوك إنه اختلاف لكن هو فيه هدف من وراء هذا الاختلاف فيه سؤال لتحدثك من ضمن الأسئلة اللي قلتيها فكرة الأنجيل الإزائية الإزائية بالضبط هتكلم عليها ده إنجيل التشابه في الأنجيل كلمة الإزائية تشابه في الأنجيل الأولانيين فعلا متشابهين لكن السؤال تحضرتك كويس قوي نبزع الكتاب عندنا أربع كتاب للأربع أنجيل عندنا إنجيل متى وماركوس ولوء أو يوحنا وده بالترتيب المذكور هنا مش شرط ده ترتيب زمن الكتاب ده مش شرط إنجيل متى أنا هبدأ بمتى مين متى في إنجيل متى صح تسعة بيكلمنا عن نفسه أنه هو متى العشار صحيح متى العشار ده برضو سريعا العشار ده شخص يهودي كان عايش في الوقت ده اليهودي اللي بيجمع درائب من اليهود شعب اليهود ويقدمها للرومان صحيح فبالنسبة لليهود ده خاين ده شخص خاين لبلده لأن الرومان كانوا مستعمرين البلد بالضبط كده فهو بالنسبة لهم ده أقل أقل طبقة ده يعتبر منبوز من المجتمع اليهودي صحيح أنت تعمل كده تيجي تاخد مني وأغلب العشارين في ذلك الوقت ما كانوش بياخدوا القيمة المقررة بالضبط كانوا بياخدوا أكتر وأغلب العشارين كانوا بيضربوا الفرق في جيبهم صحيح عشان يختنف عشان كده كانت هي عملية مربحة والروماني محباً ما عليه أنه تجيله الفلوس بغض نظر هيجبها الزبط مش مهم بالضبط ده ماتى الرسول ده ماتى هذا الشخص لما سمع كلمة المسيح اتبعني أصبح هذا الشخص تابع للمسيح بقى ماتى واحد من تلاميذ المسيح رائع جدا ماتى ده اللي هو اسمه ماتى اللاوي لاوي ده إيه؟ لاوي ده من صبت اللاوي صبت اللاوي ده الصبت اللي ربنا عينه في العهد القديم أن يكون مسؤول عن الكهنوت عن العبادة ده من سلالة هارون صبت اللاوي اللي خرج من هذا الصبت ولا سمع بقى شريعة ولا سمع حاجة ولا ما نعرفش تربة إزاي بقى في الآخر خين للشعب الله لعنى فعلا في الاناجيلة الثانية مش ماتى لعنى الاناجيلة الثانية فعلا نذكرينه أنه هو كان لاوي ماتى اللاوي طب حلو قوي ده إحنا كلمنا عن ماتى ده خلفية ماتى خلفية ماتى بثقافة ماتى بخلفيته أنه هو يهودي وشاف المسيح لما حاب يكتب عن المسيح هيكتب إيه؟ يكتب من الثقافة اللي هو عرفها ويكتب للناس اللي نفسه يبقوا زيه صحيح جملة هقولها في الأربع اناجيل مفيش انجيل مكتوب لحد محدد غيره مش هيفهمه الاناجيل كلها مكتوبة لجميع البشر ده نقطة مهمة قوي قوي ولكن الخلفية اللي في زهن الكاتب بلنة من طريقة الكتابة وكأنه عايز يخاطب اليهود ويقول لهم هذا هو متمم الوعود في العهد الأديم عشان كده نلاقي ماتى الوحيد اللي استخدم 15 مرة لكي يتم مقيل بالنبي القائل صحيح مين يعرف النبي القائل إلا اليهود وهو طلع ده فاجئنا ده طلع حافظ الشريعة صحيح ده فاجئتنا صحيح فعشان كده نلاقي انجيل ماتى بيشير على المسيح متمم الوعود الأسد الغالب من صبت يهوزة بالزرط أظهره هذا الشخص وركز قوي متى قوة المسيح في تعليمه صحيح وقسم إنجيله النقطة دي دراسية ناس كتير بتستشهد بيها قسم كتابه الإنجيل إلى خمس أجزاء زي خمس أجزاء التوراه صحيح مبنية على تعليم المسيح وكل جزء ينتهي بقول واحد وبعد أن أكمل يسوع تعليمه بعد أن أتم يسوع أقواله يختم جزء تعليم عشان كده هو الوحيد اللي جمع الموعوزة على الجبل في موعوزة واحدة بالزرط خمسة وستة وسبعة ماتة خمسة وستة وسبعة لكن نجيل لقى مقسم التعليم لكن هو مجمح كلها ده أنا واحد من الاختلافات إن لو أنت تقول الاختلافات لأنه تركيز ماتة على تعليم المسيح فأسمها بالطريقة دي رأي جدا ده ماتة ماذا عن ماركوس؟ ماركوس ماركوس هل عاشر المسيح حال شاف المسيح حال كان من تلاميذ المسيح؟ لا ما كانش من تلاميذ المسيح هو ولوء ما كانوش من تلاميذ المسيح ماتة ويوحنى كانوا من تلاميذ المسيح لكن ماركوس ده ليه قصة غريبة جدا هو على الفكرة يهودي هو يهودي زي مات ماركوس يبقى ابن أخت واحد اسمه برنابة ايه برنابة ده بقى؟ ظهر فجأة برنابة اللي ظهر فجأة في سفر الأعمال ده ده رجل أنا بقول لو لا برنابة ما كان لنا أن نرى الكتاب المؤدس العهد الجديد تحديداً بين إيدينا النهاردة لو لا برنابة برنابة هو ده اللي احتضن بولس الرسول هو اللي شجع درس الرسول وايوة ابن التشجيع وابن الوعز كلمة برنابة وهو شجع بولس الرسول واضح أن برنابة شغلته تشجيع هو لقى ابن أخت الصغير ده ماركوس شخص ممكن ييجي منه ولأنه هو يعرف بولس الرسول فقال لبولس متى منجيب ماركوس يطلع معانا أول رحلة تبشرية صحيح تلعوا هم التلاتة أول رحلة تبشرية من رحلات بولس الرسول الأولى وإز ماركوس لسبب غير معلوم في الكتاب المؤدس رجع سابهم صحيح ويعرفنا كده من قول بولس الرسول لما طلب برنابة أنه يطلع معهم الرحلة التانية فبولس قال له لا أنا ما اعتمدش على واحد فرقنا في الرحلة الأولى أصر برنابة على وحصل خلاف بينهم على فكرة أصر برنابة على أنه ياخد مرقص وفعلا أخد مرقص معه وطلعوا رحلة وابولس طلع مع سيلة وطلعوا الرحلة التانية واضح أن مرقص ده اتضرب كويس قوي على إيد برنابة وفيه من مسحيه كويس قوي آسف في التعبير استرجل لأنه هو غالبا تعب الرحلة الأولى هو اللي خليه عمل كده اتعلم اتعلم وغالبا لأنه يهودي وقريم من برنابة تقابل مع بطرس وبقى واحد من تلاميذ بطرس إلى أن بولس في الآخر قال هتولي مرقص لأنه نافع للخدمة وفجئنا مرقص بأنه كتب من أروع الأنجيل مرقص الاختلاف اللي فيه أنه لم يركز إطلاقا على بداية حياة المسيح قبل خدمته العلنية هو بدأ بخدمة المسيح العلنية على طول اللي هو بدأ بالتلاتين سنة أول من المسيح يتعمد وطلع يبدأ خدمته إنجيل مرقص لو قرينا بعض الكلمات اللي فيه وقال له اي انفتح مش عارف إيه الذي تفسيره لا مرقص يستخدم التعبارات دي كتير قوي في الإنجيل بتاعه طب هو ليه بيعمل كده موفود الكلمات دي معروفة للناس ليه بيشرح لأنه كان في العيد مش عارف إيه يشرح بعض الخلفيات كان بيكلم مين هنا غالبا بنسبة كبيرة بيكلم الرومان بالزبط بنسبة كبيرة بيكلم الرومان فعايز يقول لهم إنه المسيح ده جاء ليخدم مش إنه يتسلط كقوة عسكرية صحيح عشان كده هو الوحيد اللي كتب فكرة إنه إنه اللي في مرقص عشرة الحوار الضرب بين المسيح والتلاميذ واحد عن يمين وواحد عن فالمسيح قال لهم لأ السيد فيكم هو اللي يخدم من الجميع يخدم بالزبط فقدم لينا المسيح إنجيل مرقص قدم لينا المسيح مثال للخدمة المسيح الخادم رائع جدا لقى 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 ده بقى يوناني مش يهودي مش يهودي وكتب إنجيل وأصبح هزبح هذا الإنجيل من من شوف الرواع إنه في تنوع لكن في منتهى الرواع بالزبط في منتهى الرواع ليه بتسألي ليه أربع أناجيل اللي إحنا مش منتظرين صوت واحد ريكوردر يكتب أربع حاجات زي بعض ده بالعكس في تشابه كبير هقولك تشابه فين بس أنا لو لو حصلت حدثة حد قتل حد مثلا وجابه خمس شهود بلاش أربعة جابه خمس شهود لو تطابق أقوال الشهود تطابق تطابق تماسل وتطابق البوليس يشك في الكلام يشك في الكلام نقليم مع بعض انت شفت حدثة فلان هو اللي جي مسك السكينة وضربه وكاتل ساعة خمسة يجي اللي بعده فلان هو اللي قتل هو مسك السكينة وكاتل ساعة خمسة لو كلهم قالوا نفس الجملة نفس الجملة يبقى في حاج غلط صحيح يبقى في اتفاق لكن لا دي من نعمة ربنا الاختلاف ما بين زاوية كل واحد بيبص ازاي عايز اقول حتة في مرقص مرقص هو الوحيد اللي كان يهتم بالمشاعر مثلا قصة الشاب الغني اللي جي للمسيح شوف ماتة بيحكيها ازاي ومرقص حكيها ازاي مرقص اضاف كلمات بسيطة جدا نظر اليه واحبه ما تقاليتش في انجيل ماتة صحيح رقد اليه وجثة وده بيمثل شخصية الشخص اللي كنت صحيح وكمان للمكتوب اليهم هو عايز يوصل لهم ايه ده لاش السلطة الكبيرة دي اتضعوا شوية صحيح وكأنه عايز يقول ان المسيح جاء ليخدم ويبذل نفسه فدت عن كسرين زاوية مختلفة عن ماتة ليه اربع انا جيل انا برد على الحتة دي لؤة قدم رغم انه يوناني وعرفنا شغلانة لؤة من أخونا بوليس بوليس الرسول بوليس الرسول قال الطبيب الحبيب صحيح جدا هو اللي عرفنا عرفنا شغلته صحيح فواضح انه رجل علمي واضح انه رجل عشان كده هو الوحيد اللي كتب كيف كتب كتابه كيف كتب الكتاب المؤدس اه وكتب انجيل لؤة بحست ودققت بأكثر دقة بالزبت شخص علمي ببناء عن العلم وبناء عن التطبيق والأبحاث وده ليه علاقة بالتطبيق هنا الله ده بقى كيف قاد الله انه يكتب هنا الله استخدم ثقافة لؤة عشان يقدم لنا المسيح من عيون لؤة عشان كده انا عكس المسلمين لو لقيت انجيل اسمه انجيل المسيح مش انجيل لؤة او انجيل مرقص انا هشك فيه لانه لؤة هو اللي قدم لنا المسيح مرقص قدم لنا المسيح متى قدم لنا المسيح لكن مش انه المسيح جاي يتكلم عن نفسه لا هو احنا بنشوف المسيح ده يرجعني لهدف كتاب مؤدس هرجيله بس بعد ما خلص فلؤة هو الوحيد اللي اهتم بان المسيح يونفيرسل علامة لكل الناس جاي لكل الناس يخلص كل الناس عشان كده هو اللي ذكر مواقف المسيح مع المرأة مع المهمشين مع الضعفاء مع الفقراء صحيح بص الكلمة الجميلة اللي في لؤة 15 اسكان العشرين والخطى يدنون منه فتزمر الفرسين والكتبة لانه يجلس مع العشرين والخطى المسيح قد وفي كذا موقف قدم لنا لؤة 7 المرأة الخطيئة اللي جات واندست عند قدمين المسيح وإزاي المسيح قدمننا اللقطة دي لم يقدمها أي حد في الأنجيل إلا لؤة إلا لؤة صحيح جدا ولؤة عايز يقول المسيح مخلص العالم ومفيش فرق بين البشر جاء للفقير وللغني لليهودي ولليوناني ودي أرواح حاجة في مسيح واندست يو حن other than what ي legislative يحنا يحنا برافو عليك اسم يحنّا الحبيب والقول ده طلع من بوق المسيح ر USD عن يحنا كان يعني ده كان واحد من تلاميذ المسيح يو حنا ده اللي المسيح على الصليب قال له هو زى أمك على مريم صحيح وقال لمريم هو زى ابنك ازاي انه كان فيه علاقة خاصة جدا بينه وبين المسيح يحنى مش بس كتب الإنجيل كتب الإنجيل وكتب ثلاث رسائل وكتب رؤية يحنى في الآخر يعني كتب أربع أصفار من العهد الجديد يحنى يحنى اهتم بما وراء الظاهر هو ما اهتمش بتعليم المسيح ما قدمناش ولا مثل من أمثال المسيح لقع بالمناسبة قدم 35 مثل من أمثال المسيح سوري قال لي من كده بس له أكتر واحد قدم أمثال المسيح يحنى لم يقدم أي مثل من أمثال المسيح ماذا قدم يحنى؟ ولكن يحنى قدم كل الأقوال اللي هو بيقول فيها أنا هو أنا هو نور العالم أنا هو خبز الحياة وإيه أهمية دوت أنا عايز يقدم المسيح اللي هو أقول إيه؟ عايز يقدم المسيح الحقيقي أنا الله أنا الله أنا الصورة الحقيقة لله مين هو نور العالم؟ مين هو المخلص؟ مين هو مين اللي بيعمل كل ده؟ هو الله فقدم نفسه في سبع مرات يقول أنا هو أنا هو أنا هو قدم المسيح بطريقة لهوتية في منتهى منتهى الروعة الأربع أناجيل ورون أربع رؤى مختلفة لشخص المسيح صحيح ودي الجملة اللي عايز أختم بها ما هدف الكتاب المؤدس؟ يا إيه هدف الكتاب المؤدس؟ الكتاب المؤدس مش جاي يقول لنا شوية أخبار عن المسيح ولا الكتاب المؤدس جاي يقول لي شوية أعمال صالحة أعملها ولا الكتاب المؤدس جاي يقول لي شوية تهذبات أهذب بها سلوكياتي بلو أنت سألت سؤال يمكن كده بجاوب عليه أنه هو إيه الفرق من الكتاب المؤدس وكتب تانية في المقدمة؟ صحيح الفرق أن الكتاب المؤدس بيقول لي مين هو الله؟ بس بيعني من هو الله فإعلان الكتاب المؤدس عن الله شفناه بالكامل وبإعلان كامل في المسيح يسوع اللي قدمه الأربع نجي صحيح والكتاب المؤدس بيقول كده الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه ابنه اللي هو يسوع المسيح إذن زيما الأسيس تفضل وقيل أيضا والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده كمالة وحيدة من الأباء مملوء نعمة وحق وهنا بنتكلم على يسوع المسيح هنا سأل سؤال قبل ما نطلع فاصل الرب يسوع قال لا تظنوا أني جئت لأنقض النموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل لكن موقفش عند دوت وابتدى يقول سمعتم أنه قيل لقدماء مثلا نبه هكذا أما أنا فأقول وهنا الناس بتشيره وتقول هنا هو في ناسخ ومنسوخ هل نسخت شريعة المسيح أو المسيح أتى لكي ينسخ الشريعة القديمة شريعة العهد القديم شريعة موسى ويأتي بشريعة أخرى وتشريعة آخر في الأنجيل وأيضا في كتاب مؤدس العهد الجديد ما صحة ذلك هل المسيحية تؤمن بالناسخ والمنسوخ ده اللي هنعرفه بعض الفاصل تعالوا بينا عزاني مشاهدين نطلع فاصل مع ترنيمة ونرجع لكم مرة أخرى فيبقوا معنا خلي لما استحعيني أول فكرة يا ربي اتقي لي إني أقوم وأرض وياك واسمع صوتك جوا كلامك تملى اليوم بصوتك وسنها تكشف لي إيه جواك خليلي لما اتحعيني أول فكرة يا ربي اتقي لي إني أقوم وأرض وياك واسمع صوتك جوا كلامك تملى اليوم بصوتك وسنها تكشف لي إيه جواك كلك مش تغيات يا حبيبي تستاهل سجودي وطيدي كلك مش تغيات يا حبيبي تستاهل سجودي وطيدي كلك مش تغيات يا حبيبي تستاهل سجودي وطيدي في الغربةshift سند قلبي حفز ريجلية ياخد عيني للمنظر فكلامك مش علي تكلام ياخدني خطوة قدام ويغير جهلي للنور تطعامي وسط البرية سنتقلبي حفظك لي اخد عيني من المنظور كلك مش تغيات يا حبيبي تستغل سجودي وفيدي كلك مش تغيات يا حبيبي تستغل سجودي وطيدي بقعد وتامك فرتا تحتك لحق لنا وفرا بقعد وتامك فرتا تحتك لحق لنا وفرا موسيقى انا سايق لخشوع مقطع لك وقلبي بسكت واسمعنا في المقطع للي اعيش شوقي زيب جواي وقت نبيه ودف نقال في جمال مفيش 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 انا سايق مفيش 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 بقعد وتامك كلك مشتمايات يا حبيبي تستهل سجودي وطيدي كلك مشتمايات يا حبيبي تستهل سجودي وطيدي بقعد قدامك بارتا تحت جرى حكبنا وفرا بقعد قدامك بارتا تحت جرى حكبنا وفرا اشتركوا في القناة وهي أثبت التي تفعلونا حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج المنير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم أهلا بيكو عزاني المشاهدين نرجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل وتعالوا بينا نرحب بضيف الحلقة رجل الله وخادم الإنجيل القص ماهر مقار أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بيكو أنوان الحلقة لماذا نعمل بأربع نجيل بدلا من إنجيل واحد وده جاوبنا عليه لكن نرجع للسؤال اللي سبناه قبل الفاصل السؤال المهم أول السؤال المهم كثيرون يقولون أنه المسيح شريعة المسيح نسخت الشريعة بتاعة العهد القديم لكن خلينا في الأول قبل ما نسأل السؤال دوات إحنا ليه كتابنا المؤدس لو بصنا فيه بيحتوي على العهد القديم والعهد الجديد ألا يكفي العهد الجديد اللي المسيح عمله بدمه لا يكفي طبعا بس مش القضية يعني أشكر ربنا أنك سألت السؤال ده دلوقتي بعد آخر جملة قلتها قبل ما هدف الكتاب المؤدس لو إحنا بندور هاتلي من الآخر والخلاصة يبقى إحنا نكتفي بالمسيح وخلاص حتى 3-4 آيات من الكتاب المؤدس اللي قاله فعلا فيه مسيحيين كثيرين جدا العهد الجديد ومتجهلين تماما أو يمكن لغيين تماما محسباتهم العهد القديم لا العهد القديم بيبين لي كيف يتعامل الله من هو هذا الإله وكيف تدرج بعقلية الإنسان وبروحانية الإنسان إلى أن وصل الاجتمال النهائي في المسيح يسوع كما رأينا الله في المسيح إحنا بنشوف الله كيف كان منذ البدء صحيح لا أنا ببص للكتاب المؤدس خط واحد أنا مش بجيب من الآخر وشوف طرح ما جي المسيح خلاص مين هو الإله بتتعامل معاه وأنا بشوف أن أقدر أعرف الله ومعاملات الله في العهد القديم بما توازى تماما كما بفهم الله في العهد الجديد صحيح لا في لازمة وفي ضرورة للعهد القديم المشكلة الحقيقة اللي خلتنا نوصل للكونكلوجين ده إن إحنا عندنا ظلم لطريقة فهم العهد القديم أنا مش عارف أفهمه وطبقه صحيح أجيبه منين ده وبتعامل معاهد القديم أنه مثلا أصفر النبوات أنها شوية كلمات اتحققت في المسيح لو الموضوع بالبساطة دي ليه كل الرغي ده لو كل هدف إشعية أن يقول لهم هالعزراء تحبل وتلد إنه وتدعو سماء ومانه وإيه وده تحقق في المسيح طب إيه نزمة اللي قبلها واللي بعدها وستة وستين لصحاف صحيح أكيد الله عايز يقول حاجة فطريق فهمي أنا لنصوص العهد القديم وأين الله فيها وكيف يتعامل الله وكيف أعلن الله عن نفسه في العهد القديم صحيح هي اللي بتخليني أتمسك به لأن أنا عايزة أشوفها الله لكن الموضوع مش بجيب بس من الأهم ودي نقطة مهمة قوي قوي أنه فعلا سجل تعاملات الله من بداية الخليقة إلى الآن وهو ده العهد القديم والعهد الجديد أنا مش عايزة أستخدم تعبير علمي شوية يعني أحس أنه أخوات المشاهدين مش لازم أسقل عليهم لكن هقوله في حاجة اسمها تدرج الإعلان صحيح الله أعلن عن نفسه بالطريقة اللي يفهمها الشعب في الوقت ده وبدأ يكبر الإعلان حط لهم قواعد يمشوا عليها بعد كده حط لهم طب لو غلطت في القواعد دي في حاجة اسمها زبايح ولو ما كفتش مش عارف إيه إيه لأن إيه لأن إيه لأن في ملء الزمان جاء ابن الإنسان يعني الله عندما اكتمل الزمان في عين الله في فكرة الله شاف أنه ده الوقت المناسب يأتي المسيح ليخلصنا صحيح كده لكن في الحقيقة السؤال نسخ المسوخ ده ما زال فعلا بيرجع مرة تانية لكن أنا عايزة أشجعك عزيز المشاهد لو أنت بتفرج علينا يمكن كلمنا مش عاجبك يمكن عندك أفكار مختلفة يمكن عندك أسئلة أو تعليق نحن نرحب بيك جداً نحب قوي نسمع منك سؤالك أو تعليقك سواء على التليفونات الموجودة أمامك على الشاشة أو عن تعليقك في الصفحة الرسمية لقناة الكارما الكارما تيفي على الفيسبوك نرحب بيك ونحب قوي نسمع منك سواء معارض أو متفق معنا نحب نسمع منك فإذا المسيح قال سمعتم قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنس بل أوف لرب أقسامك أما أنا فأقول لكم سمعتم أنه قيل عينهم بعين وسنهم بسن أما أنا فأقول لكم بالضبط لا تحليفوا البتة وهكذا هو كده بيقدم شريعة مختلفة عن شريعة موسى هو كده نسخ شريعة موسى بالضبط أو لغى شريعة موسى نادا نقول لا أنا عايز لا ما تغيريش اللفظ أنا عايزك تستخدم اللفظ نسخ ومنسوخ بس الناس تفهمه بس وش أكتر يعني نسخ ومنسوخ نحن لم نسمع عن كلمة النسخ والمنسوخ إلا من الإسلام فهم عايز أقول إيه؟ صحيح جدا يعني إحنا مكناش نسأل السؤال ده النهاردة لولا إن في الإسلام يوجد ما يسمى نسخ ومنسوخ ودي حاجة في رأيي غريبة جدا كيف تقول على ما قال الله على الوحي المنزل على محمد إنه هو كلام الله وبعدين لم يحصل موقف تاني تقول لا ربنا غير كلامه لا مبدل كلام الله لكلمات الله إزاي؟ أنا مش فهمها ودلوقتي أنت عايز تلصق هذه التهمة لعدم فهمك الكتاب المؤدس بالمفهوم المسيحي عايز تفهمه بطريقة إسلامية وتقول ما هو المسيح قال طب خلينا نقضي الشح ونفسر المسيح كده هوت كده لغة يعني كان في الأول موسى يدي كتاب طلاق بعد جاء المسيح قال لا طلاق إلا طلاق إلا طلاق إلا الزنا فعلا فيه حاجات مختلفة يعني خلينا نكون يعني واضحين أكتر طبعا طبعا أنا هجوه المسيح عمل حاجات مختلفة وقال حاجات مختلفة عن شريعة موسى مشكلة المسيح في ذلك الوقت ما كانتش مع الشريعة الشريعة لم تتغير والمسيح نفسه طبق الشريعة مشكلة المسيح الحقية مع تعليم الكتب والفرسيين في تطبيق الشريعة صحيح فالمسيح بيقول لهم أنا بيقول إيه أنا ما جيتش عشان أنقض أنا جاي عشان أكمل بمعنى أنا الاكتمال الكامل للشريعة الشريعة بتتكلم عني الشريعة بتقود إلي فأنا جاي أتكلم أنا الشريعة نفسها أنا كلمة الله ده المسيح عايزي يقول كده أنا هغير كلام الله مش ممكن المسيح مش جاي يغير صحيح لكن الفرسيين والكتبة هم حطوا شريعة بديلة للشريعة تفسيراتهم هم كيف نطبق مثلا عينهم بعين وسنهم بسن عملوا شريعة بديلة قالوا إيه بعدوا عن الجوهر بتاع مضمون الشريعة دي عينهم بعين وسنهم بسن تعرف إيه القصد من دي إنه في العهد القديم كان المقصود منها إنك أنت لا تقاوم الشر إنك أنت ما تقافش قدام الشر وتعمل زيه يعني يعني أصلا أنا لأنه كانت شريعة كان وقتها دين ودولة يعني الاتنين كان في تشريع قابل للشخص المزنب مختلف عن العهد الجديد طب بس أشرح لك بس دي عيني هخش الحتة هذا لما جاءت شريعة موسى عينهم بعين وسنهم بسن يعني اللي يقلع لك عين إقلع لعين ده ربنا بيقل على لسان موسى صحيح أوكي دي الشريعة أنت لو فكرت في الجبلة دي ما فيهاش راحك صحيح فكري فيها اللي قلع لك عين إقلع لعين ورد برد وضاء جرح بجرح إيه هو ده وربنا وده مكتوب فعلا ده ربنا في الوقت ده بيقول لشعبه قمة ضبط النفس قمة مسك الأعصاب أنه لما كان حد يأذى حد في عينيه تقوم القبيلة بتاعت الشخص المؤذي المؤذى فيه يعني اللي تقلع لعينه يضمروا القبيلة التانية فجاء فكرة التوري فجاء بالضبط جاءت فكرة أنه ضبط النفس وما تنقضش في الشر ولا تقوم الشر فأنت هتفكر قبل ما تعمل دوت عينهم بعين وسنهم بسن صحيح أخذوا هم الفكرة دي وهم بدوا يتاجروا قالك الكتب والفرسين اللي يتقلع لعين ادفع قدامها كذا يا سيدي وبدأت فيه شريعة عايز أقولك فيه كتب قد كده ما لهاش علاقة بالشريعة خالص كلها تفسيرات الشريعة وده اللي كانوا بيعلموك كتب والفرسين فجاء المسيح بإنهم سمعتم ما قالش مكتوب ده صحيح ما قالش مكتوب سمعتم تفسير الكتب والفرسيين أنه قيله للقدمين أنه عينهم بعين وسنهم بسن أما أنا فقط أما أنا أقول لا تقوم الشر رجع لأصل الوصية رجع لمضمون الوصية المسيح لا يمكن يلغي كلام قاله قبل كده لشعبه لكن المسيح عايزنا نتطبق الشريعة صح عايزنا نفهم قلب الشريعة روح الشريعة صحيح يعني حتى في يعني مش عايزة أخش في حتة تانية في كل مرة قال المسيح سمعتم أنه قيل هنلاقي هو بيرجعنا بيرجعنا لتطبيق الشريعة اللي قصدها الله وقت مقالها على السابق لروح الشريعة ليس لمجرد مجرد بيناقض وخلاص أو بيلغي حاجة لكن بالعكس هو ما لغاش الشريعة بيخش العمق أكتر كمان أنا بشوف بالزبط هو عايزنا نتطبقها صح صحيح بيخش العمق فالمسيح كان هنا بينقض وبيلغي تعاليم الكتب والفرسيين عن تطبيق الشريعة بالزبط عشان كده هو قال بل لأكمل وده اللي فعلا عمله رب يسعى أكمل هنا لها معنى تاني أكتر أتمم يعني مش أنه أكمل أنه حاجة نقصة مش جامل نقص لكن أنه أنا جاي أتمم الشريعة ويتامم من نبوات أيضا ويتامم من نبواتها الكتاب أدس بيذكر في الرسائل أنه فيه أناجيل تانية غير إنجليا سوء المسيح أو الأناجيل الأربع اللي احنا معروفين مثلا بولوس الرسول قال أنه هو بيقول عنه نفسه أنه أتمن على إنجيل الغرلة وبترس على إنجيل الختان هو فيه أنا جيل تانية غير الأناجيل الأربع اللي احنا عارفينه لا يوجد يعني في الكتاب المؤدس لا يوجد لكن فيه أنا جيل زهرت يمكن أنت تسأليني لو الوقت يسمح لكن كلمة إنجيل الغررة وإنجيل الختان بيقصد إيه بيه ارجعي معنا تاني لكلمة الإنجيل الكلمة المنطوقة خبر صحيح باللغة اليونية هو البشارة أو البشارة فهو عايز يقول إحنا مش هنرجع للبشارة للرسالة اللي بشرت بإنه يجب أن لا نختتن ولا هنرجع لللي أنت قلتوه وعلمتو بيه اللي أنتو اعتبرتوه حقيقة واعتبرتوه إن الناس لازم تختتن لازم تختتن زي اليهود زي اللازم هو كان إشارة للأمم إنه الأمم لازم تختتن ودي كانت مشكلة رسالة غلطية صحيح كانت مشكلة كبيرة طبعا إنه عشان تبقى مسيحي من أمم لازم تتهود الأول لازم تتهود الأول أي أن تختتن ده بوتروس فهو ده ده سمى إنجيل الغرة والختان لأ أنتو بتبشروا بحاجة غلط فهنا المعنى مش في إنجيل مكتوب اسمه إنجيل الغرة وإنجيل الختان إنجيل برنيبة إنجيل برنيبة بيقولولنا كتير قوي قوي إنه هو منصوب لبرنيبة اللي ذكر في كتابه المؤدس دي حاجة الحاجة التانية بيقولوا أنتو بترفضوا ليه أنتو أمنوا بيه يعني يعني إن مانع أنه تحطوه جنب الأنجيل بتاعتكو أو تلغوا الأنجيل بتاعتكو وتحطو إنجيل برنيبة عليه كلام كتير ولغط كتير قوي قوي حابين نكون بنعرف مين هو إنجيل برنيبة ومين صاحب الإنجيل ومين كتاب الإنجيل ده برنابا كاتب الإنجيل اللي يسمى إنجيل برنابا مش هو برنابا اللي كاتب طب إحنا بنألف خدنا اسمه من الإنجيل وقلنا ده إنجيل فليا لا بنفتي يعني 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 هو قلنا لا مش هو لأ مش هو مش هو لسبب وده يفن إنجيل برنابا إنجيل برنابا زهر في القرنة الـ 14 حلو قوي يعني إيه القرنة الـ 14 يعني مبارح المخطوطة الأصلية يعني 1400 أو 1500 1500 كمان 1500 صحيح أنا مش فاكر التاريخ بالضبط زهر يعني هو قاله في القرن الـ 15 يعني مش فرق لك أن تتخيلي إنه المخطوطة الوحيدة القديمة لي مكتوبة باللغة الإيطالية اللغة الإيطالية هل كان في وقت المسيح فيه لغة الإيطالية؟ أنا لا أعتقد ما نعرفش إنت على الآن برنابا ما كانتش ظهر برنابا اللي أنا جبت سيرته مع بولس الرسول برنابا اللي هو زكف أعمال الرسول أعمال الرسول بالضبط كده اللي هو ابن الوعز أو ابن التشجيع اللي هو لاوي ده مش هو الشخص اللي كتب الإنجيل لأنه كان في أنطاقيا وفي بيسدية وكان في أرشاليم وكان في المنطقة دي اللي ما بتتكلمش إيطالي في الوقت ده صحيح والوقت كمان الوقت اللي هو وجد فيه مش في 1500 وبعدين مش كل كتاب يظهر مكتوب عليه إنجيل اتكتب في أي وقت في أي تاريخ طيب لأنه المسيحين عندهم أنا جيل ما يحطوا ده معاهم يعني ما ينفعش دي الطريقة صحيح الطريقة دي دي طريقة واحد وهكذا يعني عن أخطاء أنا ما عايفش إجابها منين الأفكار دي هل واحد عبر عن نفسه واحد كتب كتاب وزجه عشان يقول أنا بكتب إنجيل زل أنا جيل للمسيحية لكن من المؤكد إن إنجيل برنابة يجب أن لا يعتد بي المسيحيين منه لا يشير على المسيح هو أساسا هو في إشارة على المسيح لكن المسيح في فرق ما بين إنه جيب اسمه أنا بكلم إنه هو هدفه يقضني للمسيح إنه ما بيقضنيش للمسيح بيقضني الحاجات تانية كتير يعني هو بيقضني المسيح كنبي يعني هو ممكن لهوت المسيح أنكر صالب المسيح فعلا فإنجيل برنابة يعني أنا مش عايز فعلا إنه ده عايز بحلقة كمية أنا عايز أفهم طب هما ليه بيقولوا يعني ليه عجبهم أولي يعني عايزين نعرف برضو علشان جه في اسمه محمد فيبقى ليه ليه لنجيل برنابة صحيح بيقول كده إنه المسيح قال إنه هاتي بعدي نبيا شخص اسمه محمد فده يؤكد ده يؤكد 200% إنه تكتب بعد الإسلام هذا الكتاب ده يعني الشخص ده بقى يعني بقى عنده وحي دلوقتي بيعرف بالزرعة كده لا الكتاب ما يسمى إنجيل برنابة عدد طبقات السمه كم طبقات عدد طبقات السمه هو قال إنهما تسعة في الإسلام سبعة سبعة وفي المسيحية تلاتة تلاتة بس يعني عملي زود على أي أساس أنا أعتمد عليه هو مليان مليان من الأخطاء التي لا يقرها عقل يعني إذ كان المسلم عايز ده كتاب خلاص يلغي بقى إذن إحنا مش بنؤمن به تماماً لأنه مش بنؤمن المسيح كإله بيقول حاجات بيقول إسماعيل هو اللي قدم ما غير الإسحاق هو فيه إسلاميات كتيرة جداً ما تتفقش مع كتابنا المؤدس عشان كده إحنا بنرفض الإيمان به ولن نؤمن به كإنجيل من ضمن الأنجيل خلينا نكون بنقش أكتر في موضوع بوليس رسول يا ترى إيه الفرق بل الأنجيل والرسائل على عجالة لأن الوقت بيخلص أوكي عجالة الأنجيل بتقول لنا مين هو المسيح حلو قابل ورسائل الرسائل بتقول لنا خلي بقى أجبع من النفذ ده كيف نعيش المسيح ووو الأنجيل بتشولي على المسيح بتعرفني بيه بتقولي هو ده المخلص بتعيشني معاه بتلمع السورة قدام كل حياته لكن بعد معرف المسيح كمخلص كيف أطبق كيف أعيش المسيح في الحياة هو ده الرسائل عشان كده لما أجي أقول أعيش أطبق في مشاكل بغلط بقع بتخانق يبقى بوليس الرسول عشان يحل مشاكل الكنائس عشان تعيش المسيح حلو قليل فكل الرسائل بتاعته هي تصحيح مصار الكنيسة علشان تقدر تكون عارفة المسيح صح وبتعيشه صح هو يا حديقي يقولك هو كل رسائل بوليس الرسول عمال يعالج مشاكل حي ما ليه بيعالج المشاكل عشان هم بيعيشوا المسيح إحنا كبشر أخطاء نفس الأخطاء في خطايا وهو بدوره بيقضني كيف أطبق المسيح الصحيح في الكنيسة رائع جدا تانكيو رائع جدا طيب بوليس الرسول كتب رسائل كثيرة جدا في العهد الجديد زي ما حالك عارف يمكن أغلب رسائل كتبها بوليس الرسول لكن هنا هات في آية وقفت قدامها في الحقيقة في كورونسوس الأولى والإصحاح السابع والعدد الاثناشر بيقول وأما البقون فأقول لهم أنا لا الرب إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي عن تسكن معه فلا يتركها هنا هو بيقول راهي هو أقول لهم أنا لا الرب هنا بيعترف إن هو اللي بيقول مش ربنا فإزاي ده كلام ربنا وأيضا في كورونسوس الأولى برضو الإصحاح السابع والعدد 25 أما العذارة فليس عندي أمر من الرب فيهن ولكني أعطي رأيا وبعدين برضو في كورونسوس الأولى إصحاح السابع والعدد 40 إن لبست هكذا بحسب رأي كمان يعني هنا هو بيقع عمال يقول إنه بحسب رأيه بحسب رأيه بيقول هو للرب إنه هو بيألف بولس رسول رسول الأمم بيألف كلام من عنده أو بيقول رأيه مش رأي الرب كيف هذا الكلام يكون وحي من الله أنت حضرتك أريتي العدد اللي بيقول عدد 12 وأما البقون فأقول لهم أنا لا الرب وكان أخي لهم امرأة غير مؤمنة ويترضي أن تسكن معه فلا ترك هقرأ الأعداد اللي قبلها تفضل وأما المتزوجون عدد 10 أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب هل وضحت؟ أو أوكي واللسل ما وضحتش خلينا نضح أبن المتزوجون يعني بولس الرسول عايز يقول الزواج قال عنه الرب هنا المسيح المسيح اتكلم عن المتزوجون صحيح أما الناس التانية المسيح ما اتكلمش عنهم أوكي فأنا بقول لهم مش مش استشهادة بأقوال الرب أقوال المسيح لأن المسيح فأنا نتكلم عن المتزوجون يعني المسيح يقول لك أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب قال لا تفرق المرأة رجلها ما فيش ما حدش يسيب حد صحيح وإن فرقاتهم هم يعني وأما البقون بيت الناس فأقول لهم أنا لا الرب إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتدي أن تسكن معهم فلا يتركها المسيح ما اتكلمش عن اتنين مختلف في الاتجاه المسيح تكلم عن اتنين مؤمنين يعني زوجين أخت مثلا جات للإيمان المسيحي والأخت ثاني لسه ما زال على إيمانه هم حسوا حسوا بقى من كلام الرب إنه نسيب بعض فرح قال لهم لا الرب ما قالش كده صحيح الرب تكلم عن المتزوجين اللي ليهم من نفس الأرضية ومن نفس الخلفية لكن فهنا لا بوليس بيقول كلام الرب هنا بوليس كل كمة بيقولها هي من الرب قيصة على ذلك بقى بقية الآيات بوليس مش بيقول لا أجتهد أنا أقول الرأي لا أميش إنه على فكرة اللي فاد ده كان رأي الرب أما اللي جايدة رأيي أنا بقى ما يقولش كده لازم حط في الاعتبار مفهوم الوحي كلام الله بلغة البشر بوليس الرسول ليه طريقة في الكتابة ليه طريقة في الكلام طبعا فهو بيستخدم هذا الأسلوب وكل كلمة قالها بوليس الرسول هي من الرب حتى الجملة هي من الرب بمعنى يعني بإرشاد الرب صحيح فأنا ما ينفعش أتعامل معها بالحرف الإسلامي للتعامل مع كلمة طبعا أقل رأيي يا ده نوطة مهمة قوي قوي تنكي إن حالك وضحتها إذن بولس رسول مش بيقول رأيه لكن هو في الأول في الآخر برضو كلام ربه نقع عن كلام الرب الرب هنا في المسيح قالها صراحة بالذب جاب الكود كده يعني بالذب استخدمه ككود لكن في الحالة دي اللي اتنين مختلفين واحدة مؤمنة واحد مش مؤمن ما عنديش كوت من الرب فأنا بقول لهم نفس الكلام نفس الكلام بتاع الرب أنه ما يفعله إيش بعد أنه الرجل الغير مؤمن مقدس في المرأة المؤمنة يعني على فكه نفس كلام الرب هو ما غيرش صحيح جدا الكتاب المؤدس إحنا بنقول هو كتاب الكتب بنمدح فيه جدا جدا نقوله كلمة الله المكتوبة المعصومة من الخطأ كتاب المؤدس بيقول لنا على أمور بتشجع على الفضيلة والأمور الحلوة وبيقول لنا أيضا أمور بتنفر من الرزيلة يعني بيؤمر بالمعروف بالعربي وبينحي على المنكر إيه اللي بيميز كتابنا المؤدس ما هو كتاب زي في الأول في الآخر فيه ورق وفيه صفحات وفيه كلمات إيه اللي بيميزه عايزة أقول أنه عن باقي الكتب كلها مش باقي الديانات لأنه الكتاب المؤدس مش بينادي بديانة بينادي بإعلاقة مع الله إيه الفرق بينه وبين الكتب لو بيقول لنا عمله كذا وما تعملوش كذا عمله كذا وما تعملوش كذا إيه الفرق بينه أنا أقولك باختصار شديد قوي نتيجة الكلام اللي أنا قلته اللي فده كله لأن الكتاب المؤدس ليس كتاب علم ليس كتاب تاريخ ليس كتاب أخلاق ليس كتاب هل معنى خلام حضرتك سمح لي أسألك إنه بيناقد العلم بيناقد التاريخ بيناقد جهرافيا الكتاب المؤدس مش هدفه خالص لعلمه ولا تاريخ تطلع منه حقائق علمية مزبوطة تطلع منه حقائق علمية مش مزبوطة مش كتاب ينفع أتعامل معاه على إنه مرجع علمي منفعش ياخد منه نظرية علمية الكتاب المؤدس ما ينفعش واللي يتعامل مع الكتاب المؤدس بالطريقة دي هو بيخل بهدف الكتاب المؤدس لكن هو أيضاً إحنا ملقناش إنه في حاجة فالن بتضدر علم لكن ده أمر كيف؟ مش قضيتي لا ما ينفعش أتعامل معاه بالطريقة دي وإلا هتطر ألوي بعض الآيات أقولها لك ببساطة يعني أنا عارف إتعادل توصليين فيهم بس أنا لازم أقولها لأنه إحنا خايفين الكتاب المؤدس يطلع مش مقدس لا هو خايفين يا جماعة كتاب مؤدس مش عشان يثبت للعلم مش لو أثبت العلم بكتاب مؤدس تمام تمام كتاب مؤدس في هدفه الحقيقي صحيح جداً الجالس على كرة الأرض الأرض كروية الكتاب المؤدس قال لنا الجالس طب ما قال لكتاب مؤدس أرض كروية طب افد العلم قال للأرض مش كروية نعمل ليه كلمة ده معناهنا بيثبته إنه إلهنا هو اللي كاتب الكتاب هو كتاب مش مجرد عادي كتاب إلهي ثانية واحدة بس أنا بس أل حضرتك أنا طبعاً مش حضرتك أنا بكلم مشاهدة لأن أنا عارف إن الآية دي محيارة ناس كتير وإن العلم أثبت إن الأرض مش كروية للوقت الأرض بيضوية الأرض حالية بيضوية لا معلش ما هي كرة بس بيضوية خلينا نتكلم لا 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 عشان أنا بقول كلمة مهمة قوية أخت ليديا لأن هي دي مشكلتنا بنتعامل مع كتاب مؤدسة عنه كرآن إعجاز علمي طب إيه اللي بيميزه خلينا نتكلم أكتر هاقول لك هو بيقول الجالس على دائرة الأرض عايز يتكلم عن سلطان الله المتحكم في الأرض هو ما بيتكلمش الأرض اللي هي كروية ولا بيضوية الكلمة مترجمة غلط يا بالزبط لأنه في حاجة تانية فيه آية تانية بتقول أنه أربع أركان الأرض في الناس قال لك يبقى الأرض فيها أركان يبقى معناها مسطحة وده مش حالية وده مش حالية ويقصد أنه فعلا الشمول الغلطة اللي بقع فيها لأنه مش فاهم كلمة ربنا أحاول أطلع نظرية علمية من الكتاب عشان أقول كتاب مؤدس مقدس لا الكتاب المؤدس لا كتاب أخلاق مش هدفه مش هدفه إن أنا أطلع سلوكيات فأقرنه بكتاب تاني بيطلع سلوكيات يعني زي مثلا بوزة زي مش عارف إيه عايزين باختصار إيه اللي ميميزه في كلمة ونصف الله إنه هو بيتكلم عن الله عن الله إذا أنت فهمت مين هو هذا الإله أعلن كتاب مؤدس عن الله وعيشت هذا الإله هتعيش مقدسة هتعيش صح بقوتي ولا بقوتي هو كيف تعيش بقوتك كيف إذن بالذب استحالة فأنا ما يميز كلمة الله إنه بيتكلم عن الله بيرشدني لله لكن ما فيش كتاب تاني كل الكتب بيتحاول تحسن من نفسها اللي يثبت له إنه كتاب فيه إعجاز علمي اللي يثبت له إنه فيه إعجاز تاريخي اللي يثبت له إنه فيه إعجاز أخلاقي أنا ما ليش فارق معايا كل ده أنا عايز أعرف الله من خلال الكتاب المؤدس واشوف يسوع المسيح اللي قادني الخلاصة عيشت المسيح هعيش زي ما الكتاب عايز ده أهم حاجة إذن مهمة أوي كل الكتب بتقول أعمل ده ما تعملش دوت لكن ما تدينش القوة وسلطاننا أن أنا أبطل دوت يبقى حياة جديدة في المسيح يسوع تقدر خليني خليقة جديدة أقدر أعمل الوصايا زي الفل وهأضيف عليه تاني من فضلك فضل إنك ما تحولش الكتاب إلى مانوال تاخد منه سلوكيات خلي كلمة ربنا تعيش فيك رائع خلي كلمة ربنا سيب المسيح يعيش فيك سيب نروح قدس القدس لكن إنت هتقعد تقول الكتاب قال الكتاب ما قالش إنت هتطبق غلط هتفهم الكتاب غلط عشان آخر سواء وكتاب يقول كده كما قابلتم المسيح اسطلقوا فيه طيب أنا أحيانا بقرأ أنا هتكلم بنيابة عن أخوتي وأنا أحيانا فعلا بيحصل كده معايا بقرأ حاجات ومش بفهمها زي القسي الحبشي القسي الحبشي كان بيقرأ كلمة ربنا لكن ما كانش فاهم فربنا بقعته في الأوبوس وشارح له وعلى أساس كده اعتمد أنا دلوقتي لو بقرأ كلمة ربنا أنا مش فاهم كلمة ربنا فيه حاجات كتيرة أنا مش فاهمها قادر أعملي في سؤال تطبيقي في الأحد سؤال كبير قوي يعني فعلا بعتذر قصة حياتي كلها هو فاهم الكتاب المؤدس أنا عامل كتاب عن هذا الموضوع كيف تقرأ الكتاب المؤدس لكن أقدر أخد من كلام اللي قاله في لوبوس الخصي الحبشي آسف الخصي الحبشي قال لهذا الكلام أنه كيف أفهم ما أقرأ ما لم يعلمني أحد إذن لا توجد إراية دون فاهم لخرج بيه النهاردة من فضلك من فضلك عزيز المشاهد ابزل أقصى ما عندك واسأل اسأل كتب اسأل اللي سابقوك في الإيمان اسأل كلمة ربنا نفسها حاول تفهم على قد ما تقدر كلمة ربنا طرق الفاهم كتير 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 أنا مش بعمل دعاية لبرنامج أنا عامله عن ضوء على الكتاب المؤدس مش بعمل دعاية سدقوني لبرنامج ده بس عامل برنامج 52 حلقة 52 حلقة عشان أقول كيف تفهم الكتاب كيف تفهم ما تقرأ لكن أنت عايز تاخد الكتاب المؤدس ربنا بيقول عايز أطبق من غير فه هتعمل زي الخصي الحبشي مش هتفهم حاجة طب مين يفهمني في كتاب المؤدس أصلي أنت بجر رجلي خلينا في دقيقة واحدة بس لا أصلي في طرق كتير اللي فهم كلمة ربنا في طرق كتير لا أنا بكلم عن المستمع العادي البسيط اللي بيقرأ كلمة ربنا يعني أبسط حاجة اقرأ الكتاب المؤدس قدي جملة واحدة بقولها كده وكأنك أول مرة تقرأه اقرأ كلمة ربنا وما تتعاملش معا أنك حافظ ربنا هيقول لي إيه وهيعلمني إيه اهتم أنا بقول شوية حاجات سريعة اهتم بالكيف قبل الكام مش مهم ما خلص كتاب المؤدس في سنة في سنتين في تلاتة ما تفرقش معاك تقريط إن هذا كامي صحيح لكن اهتم بإنك اللي تقرأه تحاول تفهمه بص على اللي قبله وبص على بعده الجزء اللي انت بتقرأه شوفوا الكلام ماشي إزاي يعني هي سألتني سؤال في عدد 12 بيقول أما البقون فأقول لهم أنا للرب لما قرأت اللي قبلها عدد عشرة بانت إنه هو بيستشد بكلام المسيح والمسيح ما تكلمش على الناس دي ودي نقطة خطيرة جدا جدا ففكرة إن أنا عشان أفهم أقرأ اللي قبل وأقرأ اللي بعد أقرأ اللي قبل وأقرأ اللي بعد دي حاجة مهمة عشانة كده بقول في طرق كتير تفهمني بس يكون عند الرغبة يكون عند الرغبة إن أنا عايز أفهم كلمة ربنا صحيح جدا صحيح جدا ومهمة قوي قوي إن أنا أسأل روح الله قول رب اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك مهمة قوي قبل ما أرى كلمة ربنا أصلي قول رب فتح عيني عشان أفهم وحلو إن أنا أكون بستشير فعلا الناس وناس اللي قديسين فعلا وحلو إن أنا كمان أكون ببص على قنوات المسيحية نشكر رب لأجلها قديب بتفرق جدا في حياتنا وبنتغير إلى تلك السرعين كل الوسائل اللي بتساعدنا لنقرب من ربنا من مجد إلى بل نشكرك جدا جدا يا أسيس ماهر ربنا يبركك شكرا لإباركك ودائما كده الرب يستخدمك دائما لمجد اسمه امتداد ملكوته في كل لما كانت تزاب إلي أعزائي مشاهدين شكرا لحسن متابعتكم إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الكرم المباشر وربنا معكم اشتركوا في القناة هننشر حبه في كل مكان افتح قلبك يسع بيحبك نور حياتك بالنماء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة